السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلاميذ سنة الأولى متوسط لا تكونوا كامل بخير اليوم أعزائي التلاميذ جيتن أكمل معكم بكتابكم كتاب الدروس كتاب لغة إنجليزية على صفحة 42 وما نبدأ هذا الفيديو أعزائي التلاميذ بدأسوش تدعموني بأعجباتكم ولأول مرة يدخل للقناة بيساش يضرط على زر الاشتراك لرهم موجود جزء أسفل الفيديو يفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد تجوغ أعزائي التلاميذ هذا دائما فضلا وليس أمرا هاي نبدأ لبركات الله قلنا صفحة 42 I learn to integrate I learn معنها أنا أتعلم to integrate معنها لإندمج I learn to integrate أتعلم أن أندمج You are a new member of your school blog group Your new friends want to know about you Introduce yourself قلك you are أنت a new member new معنها جديد member معنها عضو of your school blog group مجموعة مدونة مدرستك your school مدرسة blog مدونة group مجموعة your new friends يعني أني قلنا جديد friends ما تلاحظوا هنا عندنا S يعني plural جمع your new friends أصدقاءك الجدد want You want you to read to know about you You are a new member of your school blog group Your new friends want to know about you Introduce yourself أنا أعرف عن نفسك نروحوا للتمرين هذا وشيء قلت I work with my partners أنا أعمل مع شركائي To introduce myself I need يعني To introduce من أجل أن أعرف عن نفسي To يعني من أجل أن أعرف أن أعرف عن نفسي I أنا need أحتاج من فعلي أحتاج I need knowledge هي المعرفة skills هي المهارات attitudes معناها السلوكيات نبدأ knowledge هي خانة يعني المعرفة نبدأ أول شيء وش قال لكم Lexis related to greetings greetings يعني Lexis هي محجم أو مجموعة من المفردات related يعني لها علاقة أو تتعلق to greetings معناها هذو كل يعني المفردات اللي نستعملوهم في إلقاء التحية عنا hello hi good morning good afternoon يعني هذو نستعملوهم اللي بش نعبرو عن التحية هذي أول شيء Lexis related to greetings hello hi good morning تقدرو كيمزا good afternoon هذو نستعملوهم يعني كيمزا يعني العديد من المصطلحات أو المرادفات لها علاقة مع لقاء التحية ثاني شيء في المدارع البسيء في المدارع البسيط مع I خير شخصي ولي هو نستعملو I في اللي بشياني عارفة نستعملو I عارفة I هناها أنا هذا I I leave I work I and so on I I have etc عنا positive adjectives عنا صفات الملكية وش نستعملو حنا يا صفات الملكية في الكنسة نعرفها لنفسنا my my school my parents نستعملو my يعني خاصة ب my book my pen everything يعني يلا أي حاجة أي شيء نستعملو my بش نعرفها لنفسنا نحضروا على to introduce myself I need مش قلقتيو to introduce يعني وش بش نعرف عن نفسي وش نحتاج I need أحتاج عندنا المعاريفة المهارات والسلوكيات مدونا هنا المفاعدات اللي نستعملوها بش نعبرو على التحية بس بحنا كنا نبدو أي حاجة نعرف عليها بأي حاجة نعرف عليها بأي حاجة نعرف عليها مرحش نبدي عكتهم ونبدو نقول لهم hello my names we need to be in the present مدونا الفعل المساعد يكون في المضارع الباسية مع I نستعملو أبس كنا نحضروا لنفسنا نستعملو I أنا I am أنا أكون for example إبراهيم I am إبراهيم or my name is إبراهيم نستعملو I أنا present simple tense هو زمن المضارع الباسية يعني الكارب أفعال نصرفوها في المضارع يعني هو سهل تخلي الفعل كيمارا مع I عندنا personal pronoun و I بس كنا نعرف على نفسي ألو نستعمل I أنا أنا اللي اسمي هكا أنا اللي ندير هكا أنا أسكن يعني نستعمل I passive adjectives قلنا نستعملو my my معناها صفة الملكية خاصة بي يعني حاجة حنعرف على نفسي ألو نعرف على حاجات الخاصة بأنا بهذا الشكل قلنا possessive adjectives عنا my كتبو my M Y تقرأ my عنا أيضا prepositions هما حروف الجر أعطيكم برق مثال بسيط for example نقول I'm from Algeria أنا مين الجزائر from مين هو حرف جر ألو تستعملو هنا from على بسبيل المثال يعني عنا أيضا in منها في وحرف جر at for example نقول I live in Algiers معناها أنا أعيش في الجزائر العاصمة يعني بسيط استعملو in in معناها في from من عنا I'm a people at Ben Bolaid Middle School for example at from in at etc هذو هروف جر عنا numbers numbers هما الأرقام حنا نستعملو في كنعرف على نفسنا نستعملو for example عمر تانا I have I am 13 years old على سبيل المثال أنا عمري 13 سنة 11 years old يعني استعملو الأرقام بش نعرف على نفسنا هذي في خانة معرفة نكتبو 13 سنة أي رقم ما بغيتو يسمو سيال رغم يقولو كنعرف لكنعرف عن نفسك كنعرف لكنعرف عن نفسك هذي أول خطوة ننتقلو لخانة المهارات قلنا skills المهارات greeting عنا المصطلحات التي نستعملو في التحية التي نذكرناهم you can say hello hi good morning good afternoon etc يعني هذو المصطلحات يعني تستعملوهم في القاءة التحية عنا introducing oneself معناها نعرف على النفس علاقة وش نستعملو في تعريف النفس for example كي نبدأ الجملة أو الفقرة my name's أيمن my name's أمينا my name's محمد or I am أحمد يعني باش نعرف على نفسي نستعمل نعرف على اسم for example my name is or I am وأكمل يعني شيء بس يتبدأ أول شيء بتعريب بتذكر اسمك يعني اللي تعرف عن نفسك تحتاج إنك تعطي معلومات عن اسمك عمرك country بلدك يعني مدينة اللي تكون فيها المدرساتك وإكسترا يعني عندك بزاف حديث تستعملهم بش تعرف عن نفسك بهذا الشكل يعني سهلة جدا ننتقل إلى خاند السلوكيات عندنا attitudes هي السلوكيات قلنا be polite معناها كن مهذبا وعندنا respect هو يعني قدم أو أظهر الاحترام بهذا الشكل يعني حاجة تسهلين هدو تبدأ يعني تعرفوا عن نفسكم مش تستعملو يعني نحن هندولكم إن شاء الله هبعد باقر هندولكم فقرات تعرفوا فيها نفسكم ولا حبيتوا تقدروا تحلو يعني هو مش تمرين ولا حبي يعني يعني يعاون روحوا يكتب لي باقر في التعليقات فقراء صغيرة يعرف فيها عن نفسه بلا يشوف برك هدو الجدول يبدأ يعرف عن نفسه يعني ما يستعمل لحد أخر وما يروح لحد ما يستعمل لدي قام وإي حاجة يروح برك يعبر عن يعرف عن نفسه في التعليق وإنا بدأ وراء سنصحح لكم قل الأخطاء صلح ستكونوا أعزائي التلاميذ تبعتوا معي خطوة بخطوة نتلقى ونصلاح في عدد السديد مع السلامة